السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2.2 بإذن الله سنستكبل درسنا مفهوم التسويق الإلكتروني أهداف الوحدة أولا مفهوم التسويق الإلكتروني ومميزاته والتحديات التي يواجهها ثانيا التعرف على أنواع التسويق الإلكتروني نصائح فعالة لاستراتيجيات التسويق الإلكتروني التواجد على الشبكة العنكبوتية وكيفية زيادته التسويق واسع الانتشار مفهوم المواطنة الرقمية مع وسائل التواصل الاجتماعي مفهوم التسويق عبر البريد الإلكتروني وأهميته إنشاء حملة تسويقية عبر البريد الإلكتروني إنشاء منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني من الأدوات التي سيتم استخدامها منصة MailChimp في درسنا اليوم بإذن الله سنتعرف على التواجد على الشبكة العنكبوتية وكيفية زيادته تعرفنا في الدرس الماضي على التسويق الإلكتروني التسويق الإلكتروني هو عملية تسويق أو منتج عبر الوسائط المختلفة وعلى رأسها الانترنت هناك عدة أسماء للتسويق الإلكتروني أهمها التسويق عبر الإنترنت والتسويق الشبكي والتسويق الرقمي مميزات التسويق الإلكتروني مقارنة باستراتيجيات التسويق التقليدية أولاً عائد الاستثمار أفضل بكثير من التسويق التقليدي بسبب زيادة إرادة المبيعات ثانياً تقليل تكلفة التسويق يعتمد هذا الانخفاء في التكاليف إلى إلغاء النفقات المتعلقة بالسفر والطباعة ثلاثة يمكن الحصول على نتيجة سريعة للحملة التسويقية بسبب القدرة على استهداف العملاء المناسبين أربعة إمكانية مراقبة وإدارة الحملة التسويقية والبيانات المتعلقة من خلال أدوات تحليل عدد الضغطات على الإعلان وبيانات العملاء إذن مميزات التسويق الإلكتروني مقارنة بأدوات التسويق التقليدية عائد الاستثمار أعلى بينما تقليل تكلفة الحملة التسويقية مقارنة بالأسواق التقليدية أيضا هناك تحديات أولا اعتمد التسويق الإلكتروني بشكل كامل على التكنولوجيا والإنترنت يمكن أن يؤدي انقطاع الاتصال الطفيف إلى تعريض عملك أكمله للخطر ثانيا زيادة المشكلات المتعلقة بقضايا الأمن والخصوصية كسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني ثانيا ثالثا عفوا اضطرار البائع إلى الدخول في منافسة عالمية مع مقدمين منتجات أو خدمات حول العالم أربعة شفافية أعلى في الأسعار تؤدي إلى زيادة المنافسة في الأسعار إذن أهم تحديات التسويق الإلكتروني أن العمل يعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا فيؤدي لانقطاع الطفيف إلى الإنترنت إلى تعرض العمل كامل للخطر بالإضافة إلى عمليات الأمن والسرقة المعلومات والاحتيال وغيرها من عمليات الأمن أنواع التسويق الإلكتروني لا يقتصر الأمر على التسويق عبر المواقع الإلكترونية بل يشمل عبر البريد الإلكتروني والوسائط الرقمية الأخرى هناك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام الإنترنت للتسويق الإلكتروني ومن هذه الطرق أولا التسويق بالمقالات وهو نوع من الإعلانات تقوم فيه الشركات بكتابة ونشر مقالات قصيرة في الصحف والمجلات الإلكترونية والمنتديات والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها أيضا من أنواع التسويق الإلكتروني التسويق بالعمولة وهو إرسال الزوار أو العملاء إلى المتجر الإلكتروني من خلال أفراد أو شركات تتقاضى عمولة عن مجهودها في التسويق إذن من الأنواع التسويق بالعمولة وهو عبارة عن أفراد أو شركات تتقاضى عمولة مقابل إرسال أفراد أو زوار إلى الموقع لشراء الخدمة أو منتج معين أيضا من أنواع التسويق الإلكتروني تسويق عن طريق الفيديو وهو نشر مقاطع فيديو تتكلم عن خدمة أو منتج معين بهدف زيادة مبيعات هذه الخدمة أو المنتج أيضا من الأنواع تسويق عبر البريد الإلكتروني وهو إرسال إيميلات أو بريد إلكتروني إلى العملاء المحتملين أو المستهدفين أيضا من أنواع التسويق الإلكتروني التسويق عبر المدونات يقوم المدونون أو البيوغرد من خلال المدونة باستعراض تجربتهم للمنتج ونتائجها وتزكية المنتج لمتابعينهم أيضا من الأنواع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن للشركات التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي زيادة الوعي بعلامتها التجارية وزيادة حركة المرور والمبيعات على موقعها الإلكتروني أيضا من أنواع التسويق التسويق عبر محركات البحث يتضمن الترويج المواقع الإلكترونية عن طريقة زيادة ظهورها في محركات البحث وجد حركة مرور مؤهلة للموقع ويعد الاستثمار في التسويق عبر محركات البحث طريقة رائعة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة مبيعات الشركة إذن يتضمن التسويق عبر محركات البحث من خلال زيادة ظهور الموقع في محركات البحث هناك ذكرنا في الدرس الماضي نصائح فعالة لإستراتيجيات التسويق الإلكتروني أولا إنشاء وتوفير موقع إلكتروني مستجيب لا بد أن يكون الموقع جذاب وسريع الاستجابة ويفر بعلومات كافية عن المنتج أو الخدمة التي يقدمها بالإضافة أن يكون مناسب لاستخدام من خلال الهواتف الذكية أيضا من النصائح الاستثمار في التسويق عبر محركات البحث يجب اتباع طريقة البحث غير المدفوع أو الدفع عند النقر حيث أن الدفع عند النقر هو نموذج للإعلان الرقمي حيث يدفع المعلن رسوما كل مرة يتم فيها الضغط على أحد إعلاناته لا بد من وضع ميزانية محددة للإعلانات المدفوعة على الأقل بحيث ممكن مراقبة نتائجها ومنع الزيادة الغير مرغوبة إذن يجب تجنب الإعلانات المدفوعة أو الدفع عند النقر بحيث أن مراقبة ميزانية الشركة ومنع زيادة الميزانية أيضا من النصائح الفعالة استخدام الأدوات لتحديد استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد إرسال رسائل البريد الإلكتروني الملائمة وجيدة توجيه على تشكيل قاعدة عملاء مخلصين أيضا من النصائح إضافة وسائل التواصل الاجتماعي تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورا رئيسا في معرفة العلامة التجارية وتمييزها عن غيرها في مجال الصناعة بالإضافة أنها تدل المستهلكين المستهدفين على الموقع الإلكتروني للشركة أيضا من النصائح الفعالة التركيز على تسويق المحتوى عند البحث عبر الإنترنت عن المنتجات أو الخدمات من الممكن أن يجذب محتوى الموقع الإلكتروني انتباه الأشخاص مما يقودهم إلى طلب المزيد من المعلومات عن منتجات الشركة وخدماتها أيضا من النصائح تأكد دائما من تحليلات الموقع الإلكتروني هناك مواقع تقدم تحليلات المواقع الإلكتروني ماذا نستفيد من هذه التحليلات تساعدنا على تحليل الأجزاء التي تعمل بشكل جيد بالإضافة ما الذي يجب تغييره لدينا عدة أدوات أهمها أدوات جوجل أيضا من الأدوات أدات أليكسا تساعدنا أدات جوجل عن كيفية أداء الموقع الإلكتروني بينما تساعدنا أدات أليكسا مقارنة الموقع الإلكتروني الخاص بك مع منافسيك ما المقصود بالتواجد على الشبكة العنكبوتية؟ بعد أن تعرفنا على التسويق الإلكتروني وأنواع التسويق الإلكتروني بالإضافة تعرفنا في الدرس الماضي على نصائح فعالة للتسويق الإلكتروني سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على التواجد على الشبكة العنكبوتية وأنواع التواجد على الشبكة العنكبوتية إذن ما المقصود بالتواجد على الشبكة العنكبوتية؟ التواجد على الشبكة العنكبوتية هو التمثيل الرقمي لشركة أو لعلامة تجارية ويتكون من ماذا؟ يتكون من صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ما الهدف؟ الهدف إبراز هوية الشركة إذن يتكون من صور ونصوص ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية بهدف توضيح الهوية العلامة التجارية الآن كل شركة تتمتع بالتواجد على الشبكة العنكبوتية إما على المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات أو المدونات إذن كل شركة في وقتنا الحالي تتمتع بالتواجد على الشبكة العنكبوتية سواء على المواقع أو المواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المنتديات أو المدونات أو غيرها أهم تواجد على الشبكة العنكبوتية هو التواجد على الموقع الإلكتروني المستخدم في الأعمال التجارية يساعد الموقع الإلكتروني المصمم جيدا على نجاح الأعمال وصناعتها بالإضافة إلى أنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام للعملاء المهتملين إذن يجب كتابة الموقع الإلكتروني بطريقة تمكن الأشخاص من العثور عليه عن طريق محركات البحث بسهولة إذن أهم تواجد على الشبكة العنكبوتية هو التواجد في المواقع الإلكترونية يقاس التواجد على الشبكة العنكبوتية بدرجة ظهور الموقع الإلكتروني على محركات البحث إذن يقاس أولا بدرجة ظهور الموقع على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي ثانياً تصنيفات الكلمات الرئيسة لا بد من تصنيفات الكلمات الرئيسة في المواقع بحيث يسهل ظهورها في محركات البحث أيضاً مدى الوصول على وسائل التواصل الاجتماعي إذن يقاس التواجد بدرجة ظهور الموقع في محركات البحث تستخدم غالبية مواقع التسوق الإلكتروني نظام إدارة المحتوى Content Management System وهو تطبيق رقمي لإدارة وإنشاء وتنسيق ونشر المحتوى على الإنترنت إذن Content Management System أو CMS هو تطبيق لإدارة وإنشاء وتنسيق ونشر المحتوى على الإنترنت أبرز مثال لنظام إدارة المحتوى هو الورد بريس الورد بريس وهو أحد أنظمات إدارة المحتوى مفتوح المصدر يمكن مالكي المتاجر من إنشاء موقع إلكتروني وتحريره ونشره وتحويله إلى متجر عبر الإنترنت إذن الورد بريس هو نظام إدارة محتوى مجاني يقدم للمالكين متاجر مجانية أنواع المحتوى لزيادة حركة المرور والمشاركة أولاً منشورات المدونة يمكن استخدام المدونة لنشر معلومات حول منتجك بالإضافة إلى الرد على أسئلة العملاء مما يؤدي إلى تكوين ثقة بين المتجر والعميل وينتج ذلك زيادة في الدخل أيضاً من أنواع المحتوى ملفات البي دي اف القابلة للتنزيل وهي ملفات البي دي اف محتوى مجاني قابل للمشاركة يستخدم في الصناعات عالية الخطورة والأكثر احترافة أيضاً من أنواع المحتوى لزيادة حركة المرور والمشاركة مخططات المعلومات الرسومية أو الإنفوغرافيكس الإنفوغرافيكس هي عروض رسومية عالية الوضوح خاصة بالبيانات تحتاج إلى إضافة الصور مع وصف غني بالكلمات المفتاحية الإنفوغرافيكس هو عرض مرئي يستخدم الصور والكلمات يستخدم لتسهيل المعلومات وتبسيط المحتوى بالإضافة إلى سهولة نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل البنترست والاستقرام إذن من الشائع نشرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة البنترست والاستقرام أيضا من أنواع المحتوى لزيادة حركة المرور الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وهي أداة تسويق محتوى ممتازة لتقوية العلاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين أيضا تحافظ على تفاعل العملاء من خلال ماذا؟ من خلال اطلاعهم على أخبار الشركة والتحديثات الخاصة بالصناعة والخدمات والمنتجات التي تقدمها أيضا من أنواع المحتوى لزيادة حركة المرور والمشاركة البودكاست أو المدونات الصوتية وهو يقدم نظام مقابلات المدونات الصوتية مقابلات تتيح الفرصة لالتقاء والتفاعل مع أفضل المتخصصين في نفس المجال إذن في البودكاست أو المقابلات الصوتية إمكانية الالتقاء بمختصين في مجال المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة بحيث يقدمون معلومات أفضل عن هذه المنتجات أيضا منصات التواصل الاجتماعي يعد استخدام منصات التواصل الاجتماعي طريقة لبدء التفاعل مع الجمهور ويجب إعداد ملف تعريف الشركة على كل نظام أساسي حتى يوفر للجمهور تفاصيل حول المنتج أو الخدمة المعينة إذن في كل منصة يجب إعداد ملف تعريف للشركة بحيث يسهل الوصول للجمهور إلى التفاصيل للمنتجات أو الخدمات المعينة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعا هما الإستجرام وتويتر أيضا قنوات اليوتيوب توفر زيادة حركة المرور والمشاركة وهي استراتيجية تساعد الشركات على زيادة حركة المرور وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى جمهور جديد هناك عدة خطوات للتواجد الفعال على الشبكة العنكبوتية أولا تحديد الأهدف لابد قبل البدء في المشروع لابد من تحديد الهدف من المشروع خلال فترة زمنية معينة أو خلال إطار زمني معين أيضا توفير معلومات حول الخدمة أو المنتجات التي تقدمها الشركة إذن لابد أن تكون لدينا أهداف محددة داخل إطار زمني بالإضافة على توفير معلومات حول المنتج أو الخدمة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية بعد تحديد الهدف لابد من إنشاء الموقع الإلكتروني إذن الخطوة الثانية إنشاء الموقع الإلكتروني المناسب لشركتك وهو أهم جزء في المشروع وهو نقطة البداية لمعظم عملائك المحتملين بحيث يمكنهم معرفة ما تقدمهم من خدمات وطبيعة العمل الذي قمت به أيضا يمكنهم من خلال الموقع التواصل للحصول على المزيد من المعلومات بعد ذلك الخطوة الثالثة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نستخدم بالعادة وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة أو لنشر الموقع الإلكتروني إذن الخطوة التالية بعد إنشاء حسابات التواصل الاجتماعي هي بناء علامة تجارية من خلالها من خلال ماذا؟ من خلال عرض صورة احترافية لشركتك ذات خلفية جذابة على وصائل التواصل الاجتماعي أو من خلال تحديد عدد المرات التي ستنشر فيها على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في جدول النشر أو من خلال تجنب النشر عن منتجاتك واتجاه إلى التحدث عن مجال عملك أو من خلال تقديم نصائح مفيدة أو الرد على التعليقات والتفاعل مع العملاء الخطوة الرابعة من خطوات التواجد الفعالة على الشبكة العنكبوتية تكوين علاقات مع عملائك لا بد من العثور على مجتمعات عبر الانترنت مرتبطة بالمجال الذي ينتمي إليه عملك ثم البقاء على تواصل معه ومن المفيد معرفة تلك المنتجات المجتمعات التي يشارك فيها أفراد نفس المجال بوجهات نظرهم من خلال المساهمة في المناقشات وبكونك عضوا نشطا يمكنك البدء في بناء العلاقات الخطوة الخامسة الاستمرار في تحسين استخدام التحليلات ذكرنا سابقا أنه توجد تحليلات لعرض حركة المرور على المواقع مثل تحليلات كوجل إذن بمجرد أن تبدأ في بناء تواجد على الانترنت خاص بعملك من المهم أن تعرف ما إذا كانت جهودك تؤتي ثمارها بشكل جيد أم لا من خلال استخدام تحليلات كوجل تحليلات كوجل أداة رائعة مجانية فائدتها تتبع زوار الموقع الإلكتروني وقياس أداءه إذن استخدام الأدوات كوجل مفيدة جدا حتى نستمر في نفس الأسلوب أو التحسين تحسين الأسلوب لكي نصل إلى الأهداف إذن التواجد على الشبكة العنكبوتية هو عامل حاسم في عالم التسويق تتمثل إحدى طرق زيادة التواجد في الشبكة العنكبوتية في استخدام المواقع الإلكترونية يجب أن يكون الموقع مصمم بشكل جذاب وسهل التصفح ويوفر محتوى يعبر بشكل جيد عن المنشأة إذن أهم طرق زيادة التواجد على الشبكة العنكبوتية هو استخدام الموقع الإلكتروني ويجب أن يصمم الموقع الإلكتروني بشكل جذاب وسهل التصفح يتكون الموقع الإلكتروني من رأس الصفحة ويحتوي على أزرار محتويات الموقع أيضا الجزء الرئيس ويحتوي على المحتوى ومجموعة من الصور والروابط بالإضافة جزء يحتوي على المشاركات على سبيل المثال مقالات أو صور بالإضافة إلى التذيل التذيل يحتوي على روابط مفيدة مثل التواصل مع الموقع وروابط الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك سنتعرف إلى طرق الترويج للموقع الإلكتروني يعتمد الترويج لموقع الإلكتروني على تحسين محركات البحث لجذب المزيد من الزوار من خلال نتائج محركات البحث على ماذا يتضمن تحسين محركات البحث؟ يتضمن إجراء تغييرات معينة على تصميم الموقع ومحتوى مما يجعل الموقع أكثر فاعلية مع محرك البحث إذن يعتمد الترويج المواقع الإلكترونية على تحسين محركات البحث حيث أن محركات البحث تعمل على جذب المزيد من الزوار لزيارة الموقع الإلكتروني كيف تقدم محركات البحث أفضل خدمة؟ من خلال تقديم نتائج بحث ذات جودة عالية بالإضافة إلى أن هذه النتائج تكون ذات صلة بما يبحث عنه المستخدم ومن أجل القيام بذلك تقوم محركات البحث بفحص المواقع الإلكترونية وتمر على محتوى لمعرفة الغرض من الموقع بشكل أفضل بالإضافة إلى ذلك لتقديم نتائج مرتبطة لمواضيع البحث إذن تقوم محركات البحث بفحص محتوى المواقع الإلكترونية للحصول على نتائج مرتبطة بمواضيع البحث أو الكلمات المفتاحية التي يبحث عنها المستخدمين لماذا تقوم الشركات والمؤسسات بتحسين محركات البحث؟ للتأكد من أن موقعها يحتل مرتبة عالية في نتائج محركات البحث عند البحث عن عبارات معينة أو عندها أو بعض الكلمات المفتاحية يمكن تحسين موقع الخاص بالنشاط التجاري باستخدام تحسين محركات البحث باتباع بعض النصائح مثل النظر في كيفية بحث العملاء عن المنتجات أو الخدمات الموينة ثانيا استخدام كلمات رئيسة على الموقع الإلكتروني تحديث المحتوى الموقع بانتظام ملاحظة الكلمات الرئيسة الجديدة لا بد من تحديث الكلمات الرئيسة كل فترة لا تصل بالمنتجات والخدمات أيضا البقاء على الطلاع دائم على ما تولي محركات البحث من أهمية عند ترتيب الصفحات الإلكترونية لماذا تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية للتسويق الإلكتروني؟ لأنها تسهل على الشركات مشاركة الأفكار والمعلومات من خلال الشبكات والمجتمعات الافتراضية وتتيح للمستخدمين اتصالاً إلكترونياً سريعاً لعرض المحتوى مثل ماذا المحتوى؟ الصور والمستندات ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية وغيرها نشاط حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي واحد كل شركة في الوقت الحاضر تتمتى بالتواجد على الشبكة العنكبوتية إما على المواقع الالكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المتديات أو المدونات ممتاز الإجابة صحيحة اثنين لا يمكن لمحركات البحث تفحص محتوى مواقع الالكترونية خطأ ممتاز الإجابة خاطئة المحركات البحث تقوم بفحص محتوى المواقع الالكترونية ثلاثة هناك التزامات قانونية يجب مراعتها في عملية تسويق الالكتروني في المملكة العربية السعودية ممتاز الإجابة صحيحة إذن تعلمنا في هذا الدرس التواجد على الشبكة العنكبوتية بالإضافة إلى أنواع المحتوى لزيادة حركة المرور والمشاركة بالإضافة إلى خطوات التواجد الفعالة على الشبكة العنكبوتية وأيضا طروق الترويج الموقع الالكتروني بتقويم ختامي افترض أنك تدير شركة تبيع أجهزة الحاسب كمنتج اكتب الخطوات التي عليك اتباعها لتحقيق تواجد فعال على الشبكة العنكبوتية شكرا لكم على حسن المتابعة